مرحبا اعزائي المشاهدين الرجل الذي ظل عالقا بمطار باريس لمدة 18 عاما كان هذا بيت مهرام كريم ناصري والمعروف اكثر بالسير الفريد وفي منزله هذا يقوم هذا الشخص بكل الاعمال والانشطة المنزلية العادية مثل الاكل والنوم والاغتسال وحتى الاسترخاء والحقيقة ان اكثر شيء ممتع جعل هذا البيت فريدا من نوعه هو كونه موجودا في مطار باريس شاردغول وهو المطار الذي يبدو تصميمه شميه بكعكة كبيرة بعد مرور الساعة الثالثة على الاعلان الذي يقول انه يمكنك الصعود على متن طائرتك في غدون 15 دقيقة حينها تشعر كما لو انك ستبقى عالقا في المطار الى الابد لكني اضمن لكم انكم لن تتأخروا ابدا كما حصل مع السير الفريد بسبب حلقة مفرغة ولا مفر منها من البرقراطية نزل السير الفريد في مطار شاردغول عام 1988 ولم يغادر حتى 2006 ولد السير الفريد في ايران وترعرع في بيئة ميسورة نوعا ما فقد كان ابوه دكتورا يعمل في شركة للنفط وعندما كان عمره 27 عاما وجد نفسه يحتجز ضمن الملكية في ايران وهو الامر الذي ادى في الاخير الى الاطاحة بها بعد ان رفع الشعب شعارات الثورة والتمرد ومنذ ذلك الحين ظل عديم الجنسية كما هو الحال بالنسبة لواحد على 750 من المواطنين لا يتوفرون على جنسية ما يعني انهم لم يعودوا رسميا مواطنين بالنسبة لاي بلد وللاسف لم يكن هذا هو الحل المثالي للتهرب من الضرائب وتطبيق القوانين ما شكل عائقا كبيرا حرم الناس من الحصول على فوائد اجتماعية من الصفر ومن اشياء اخرى كثيرة هناك العديد من الطرق التي لجأ اليها الاشخاص لكي يصيروا عديمي الجنسية ومن اهمها نجد التخطيط للاطاحة بحكومة البلاد كما فعل المزعوم الفريد وبعد محاولات عديدة تمكن اخيرا الفريد من الحصول على صفة لجيء ببلجيكا وبعد وفاة والد الفريد بوقت قصير كشفت له امه انها في الحقيقة ليست والدته وانه كان ثمرة علاقة جمعت بين والده وممرضة اسكتلندية تلك الحقيقة كانت تحمل في طياتها ايجابيات وسلبيات والنقطة الايجابية هي ان الفريد يكون بذلك مؤهلا للحصول على الجنسية البريطانية والنقطة السلبية هي ان الفريد سيحرم من ميراث ابيه بقوة القانون الايراني يا الهي حياته كلها كانت كذبة كباقي الاشخاص عديمي الجنسية اراد الفريد ان يرسم طريقه الى لندن ليتقدم بطلب الجنسية غير انه بطريقة ما فقد اوراق اللجوء الخاص به وقد قال في هذا الصياق انها كانت قد سرقت منه لكن هناك اشخاص صرحوا انه وتخلص منها بنفسه ملحوظة سريعة الفريد حكى الاطنان من الروايات المختلفة لقصته لذلك اي مقال تقرأه حول هذا الشخص ستجد فيه بعد الاختلاف في القصة المشترك بينها على ما يبدو هو ان الفريد غادر فرنسا متأخرا فقد ذهب لمطار شاردغول وبطريقة ما راكب الطائرة وطار الى لندن ولم يكن ينبغي لذلك ان يحدث لانه تحت امر الطيران الدولي عليك ان تتوفر على جواز صفر وتأشيره وهو ما لم يقم به السير الفريد ربما كان ذلك خطأا جويا ويبلغ حاليا متوسط الغرامة التي تؤديها الخطوط الجوية عن كل مسافر ينتقل دون توفره على جواز صفر صالح او بدون تأشير 3500 دولار كما عليها ارجاعه لبلده الاصلي مجانا بناء على ذلك فبمجرد وصول السير الفريد للمملكة المتحدة دون جواز بحوزته سرعان ما تم ارجاعه من حيث اتى هكذا تم نقله لمطار باريس شاردغول وبنفس السبب الذي لم يتمكن الفريد من دخول المملكة المتحدة لم يستطيع كذلك دخول فرنسا وعادة يتجل البروتوكول في هذه الحالة في ارجاع الشخص لمسقط رأسه حيث يمكن نقله بشكل طارئ دون توفره على جواز صفر غير ان السير الفريد لا يملك بلدا اي انه لا يستطيع الدخول لفرنسا كما لا يمكنه الطيران الى اي مكان وهو ما يعني انه سيظل علقا بالفعل في مطار شاردغول بعد قضائه فترة قصيرة في السجن خرجوا اقام متجرا في هذا المقعد وهناك كان يعيش طوالى 18 سنة الموالية كان المطار يتوفر على كل شيء يحتاجه من مراحيد واكل وحتى الطبيب لكنها بالتأكيد لم تكن جميعها خدمات مجانية والان كانت هناك محاولات لحصول السير الفريد على اوراق اللجوء التي كان يحتاجها لكن لكي يحصل ذلك كان عليه ان يذهب لبلجيكا ومن المؤكد انه بدون اوراق اللجوء لن يتمكن من مغادرة المطار في اتجاه بلجيكا لقد كان داخل حلقة مفرغة من البروكراطية وتجدل الاشارة هنا الى ان السير الفريد كان في الحقيقة يتواجد في الفضاء العام تحت مراقبة الامن وذلك اثناء فترة بقائه بالمطار لكنه كان غير قانوني بالنسبة له ان تطأ قدمه الخارج حتى لو لم يكن هناك حاجز مادي يمنعه اخيرا وبعد مرور عشرة سنوات عارضت عليه كل من فرنسا وبلجيكا الاقامة على ترابها لكنه رفض التوقيع على الاوراق التي ستدع حدا لهذا الوضع وتدرجه في قائمة الايرانيين وفي ذهنه كان يتقبل اي شيء اخر الا ذلك يقول البعض ان الصحة العقلية للسير الفريد اضطربت كثيرا خلال تلك السنوات لكن يبدو انه كبر وزادت علقه بمنزله في المطار كما انه كون صداقات عديدة هناك خلال معظم سنواته الاولى كان يعتمد على مدخراته كان هناك بنك في المطار وفي الكثير من الاحيان كان الغرباء الذين يسمعون قصته يقومون باعطائه المال او ارساله له فقد كان هناك مكتب بريد كذلك في المطار غير انه في عام 2004 عندما كان لا يزال في المطار قام بنشر سيرته الذاتية التي اكسبته بعض المال كما ان دريم وورك بيكسر دفعت له 250 الف دولار لتصوير فيلم دي تيرمينل هذا الفيلم الذي كان من اخراج ستيفن سبيلبرغ لم يكن يعكس قصة الفريد كما هي بل مستوحى منها لذلك كان المبلغ قانونيا وكافيا ليتأكد من ان الفريد لم يقاضيهم بعدها وفي مقابلات صحفية بخصوص هذا الموضوع ذل يقول انه كانت تفصيله اسابيع عن المغادرة لكن في الاخير لم تأتي مغادرته باختياره في عام 2006 دخل المستشفى وبقي هناك لستة اشهر بعد تعرضه لمشاكل صحية بعدها وعوض العودة للمطار استقر في النهاية بملجأ المشردين بباريز حيث عاش منذ ذلك الحين اذا وجدت نفسك علقا بمطار ما لمدة 18 عاما ستحتاج شيئا لتقوم به ما هي الطريقة المثلى التي ستسير بها وقتك هل سيكون تعلم شيء جديد ربما ستتعلم معنا على قناة هل تعلم تابعونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة